موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل والبداية بأبرز العنوين المبعوث الأمريكي يؤكد عزم بلاده جلب فرصة سلام لليمن في العام الجاري الشبكة اليمنية للحقوق تدعو إلى ضغط دولي لوقف جرائم ميليشيا الحوثي بحق أبناء صعدة تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ عزم بلاده على جلب فرصة سلام لليمن خلال العام الجاري جاء ذلك في تصريح عبر مقطع فيديو بمناسبة مرور عامين على تعيينه مبعوثا إلى اليمن وقال كينغ منذ ذلك الحين نجحت الجهود الدبلوماسية الأمريكية المكثفة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء في خلق حالة من الهدوء غير المسبوق في اليمن كما قدمت فوائد ملموسة لإنقاذ حياة اليمنيين ووضعت أسسا لعملية سلام شاملة وأوضح كينغ أن الولايات المتحدة قامت بالعمل من أجل الوصول إلى إجماع دولي فيما يتعلق بجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وحجد الشركاء الإقليميين لحل النزاع كما عملنا مع شركائنا اليمنيين لتحديد مجالات التسوية وشار كينغ إلى أن التخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن وتحقيق عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون لإنهاء الصراع لا تزالان من أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وفاد المبعوث الأمريكي بأن الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة ساعدت على تهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة واستمرار المفاوضات المكثفة داعيا للأطراف لاستغلال هذه الفرصة من أن لإطلاق عملية سياسية يمنية يمنية تنهي الحرب بشكل دائم قال تقرير برلماني أن الحكومة اليمنية خالفت قانون الموانئ البحرية رقم 23 لسنة 2023 بمنحها شركة أجهان للطاقة والتعديل امتيازا لإنشاء وإدارة ميناء قشن لتصدير الحجر الجري في محافظة المهرى لمدة خمسين عاما وأوضح التقرير أن فترة الامتياز الممنوحة للشركة أجهان تناقض نص مواد قانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013 والتي تحدد المدة الفعلية لعقد التشغيل بثلاثين عاما وأوصت اللجنة البرلمانية بإدخال تعديلات في نصوص بعض المواد في الاتفاقية مع الشركة أجهان وتخول الحكومة لعرض المشروع على شركة أخرى في حال لم توافق الشركة الحاصلة على الامتياز والتعديلات في نصوص الاتفاقية وطلبت اللجنة رئيس وأعضاء هيئة رئيس رئيسة البرلمان بمخاطبة الحكومة للعمل بالمقترحات المقدمة منها بشأن تعديل بعض مواد عقد الامتياز الواردة في التقرير وبما يخدم المصلحات العامة دعات الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان إلى إدانة الممارسات الحوثية الإجرامية بحق أبناء محافظة صعدة والضغط على ميليشيا الحوثية للإفراج عن كافة المختطفين تعسفيا والمختفيين قسرا والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضدها وادانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الحملة الحوثية الإرهابية على عزة بركان في مديرية رازح في محافظة صعدة وفرض حصار محكم على المدنيين في المنطقة منذ أيام في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم إلى مكب للنفايات واستنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذه الممارسات البشعة واستمرار حملة الاختطاف أمام صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي فرضت ميليشيا إيران الحوثية حارسا قضائيا على مستشفى الجبل التخصصي لأمراض العيون بمدينة إب مركز المحافظة تمهيدا لمصادرته وذلك بعد أيام قليلة من عملية مماثلة استهدفت مستشفى آخر وسط المدينة وافادت مصادر محلية بأن عناصر حوثية فرضت ليلة أمس طوقا أمنيا على المستشفى قبل أن تقتحمه رفقة قيادات في الميليشيا وقبل أن تجري عملية جرد لمحتوياته وتسلمه للحارس القضائي التابع لها وأشرت المصادر إلى أن الميليشيا عطلت كاميرات المراقبة قبيل عملية اقتحامها للمستشفى يذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في سبتمبر ويوليو الماضيين على مستشفى السلامة بمدينة يريم ومستشفى الأمين التخصصي بمدينة إب بعد سنوات من ضغوطات وعمليات ابتزاز مورست ضد إدارة المستشفى والمستثمرين فيه استأنف مطار الريان الدولي في مدينة المكلة بمحافظة حضر موت يوم أمس نشاطه في مجال الرحلات الجوية الخارجية وإشارت وكالة سبأ إلى وصول أولى الرحلات التابعة للخطوط الجوية اليمنية من مدينة جدة وعلى متنها نحو مئة راكب وستغادر إلى جدة وعلى متنها أكثر من مئة راكب وقالت سبأ نقلا عن مصدر في وزارة النقل إن استئناف جميع الرحلات السابقة من وإلى مطار الريان الدولي تأتي في إطار الجهود التي بذلتها قيادة الوزارة بالتعاون والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضر موت في إطار الاهتمام بمطار الريان والمساهمة في إعادة دوره الريادي لما من شأنه التخفيف عن المواطنين وعشر المصدر إلى إجراء ترتيبات حاليا لإعادة استئناف رحلتين الريان والقاهرة والريان دبي أطلق البنك الدولي مشروعا لاستعادة التعليم في اليمن يستهدف تسهيل عودة الأطفال إلى مدارسهم من خلال تقديم الحوافز للمعلمين والوجبات الغذائية للأطفال وتجهيز وتأهيل أكثر من ألف مدرسة في مختلف محافظات البلاد وقال البنك الدولي في تقرير إن أكثر من مليونين وأربعمائة ألف فتن وفتاة في سن المدرسة خارج التعليم في اليمن فيما يحتاج حوالي ثمانية ملايين ونصف المليون طفل في سن المدرسة الابتدائية إلى مساعدة إنسانية وأوضح التقرير أن النفقات الغذائية وغيرها من النفقات الأخرى المتعلقة بالمدرسة تمنع العديد من العائلات من إرسال أطفالها إلى المدارس وأكد البنك الدولي تضرر وتدمير حوالي ثلثة المرافق التعليمية وشدد على أهمية التعليم في إطلاق إمكانات الأطفال وتشكيل مستقبل أكثر إشراقا لهم ولبلدهم وذكر التاني مائلر المدير القطري للبنك الدولي في اليمن أن المشروع فرصة لكسر حلقة الفقر والصراء من خلال استعادة التعليم كاستثمار في مستقبل البلاد حيث يهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى التعليم وظروفه من خلال توفير حزمة مدرسية لأكثر من ألف ومائة مدرسة في جميع أنحاء البلاد قال مصدر بالمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة المهرى إن نفاذ كمية الديزل من محطة الكهرباء بالعاصمة الغيظة أدى إلى انقطاع الخدمة بشكل كامل على المدينة وأوضح المصدر أن عملية الانقطاعات لا تزال مستمرة منذ ثلاثين ساعة دون أي مبشرات بانفراج الأزمة وطالب المواطنون السلطة المحلية بتغذية محطة الكهرباء بالمواد التموينية اللازمة لتخفف معاناتهم جراء ترد خدمة الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على الرغم من الدعم الذي تتلقاه المؤسسة العامة للكهرباء من البرنامج السعودي وتزويدها بمادات الديزل بشكل شهري دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع المساعدة الطارئة لأبناء مدريتي المسيلة ومنعر بمحافظة المهرة ويستهدف المشروع الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية سبعمائة مواطن من أبناء المدريتين بمواد تدفئة خلال موسم الشتاء وشهد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية المسيلة تركي مسلم الدحيمي بتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة في تخفيف معاناة الأسر الأشد احتياجا في مواجهة أجواء البرد القاسية مشيرا إلى أن المديرية تعد من أشد المناطق فقرا في المحافظة وهي بحاجة لمثل هذه التدخلات الإنسانية يأتي توزيع المساعدة الطارئة خلال موسم الشتاء في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة النازحين والأسر الأكثر تضررا افتتح المدس اليمني للتخصصات الطبية والصحية يوم أمس فرعا له في محافظة مارب واعتمد هيئة مستشفى مارب العام ومستشفى كرى العام مراكز علمية طبية تابعة للمجلس لتأهيل مساق البورد في الزمالة اليمنية والماجستير التخصصي وأوضحت أمين عام المجلس الدكتورة أثمار حسين علي أن افتتاح فرع للمجلس وبرامج التأهيل بمساق البورد في محافظة مارب يأتي استجابة للحالة الملحة لدعم المستشفيات بالاستشاريين والتخصصات الطبية كي يقدموا خدمات طبية بكفاءة وخبرة وقالت أثمار إن ذلك يمثل تغييرا إيجابيا في الأداء المتميز للقطاع الصحي بالمحافظة خاصة في ظل وجود كلية الطب بجامعة إقليم سبأ والتي ستحتاج مخرجاتها للتأهيل والتدريب في التخصصات بدأت السلطة المحلية في محافظة أبيان تنفيذ المشاريع الخاصة بأعمال الصيانة للأراضي الزراعية في منطقة رامس بمديرية خنفر وأكد محافظ المحافظة أبو بكر حسين خلال زيارته لمواقع الإصلاحات في وادي حسان أن تركيز السلطة المحلية على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير القطاع الزراعية ضمن خططها الهادفة إلى النهوض بواقع المحافظة في القطاعات الحيوية وأشار المحافظ أبيان إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة رامس ستعمل على تغذية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالمياه خلال موسم السيول بالإضافة إلى كونها ستحمل الأراضي من الانجراف من جانبه قال ضابط المشروع المهندس رأفة علي إن الكلفة الإجمالية للمشروع تزيد عن ثلاثة ملايين دولار مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية تم تخصيصها لدعم القطاع الزراعي في المحافظة منطقة حيوية تمتاز بالتربة ذات قودة عالية كانت تعتبر أرض لإنتاج البذور وتوزيع على كافة أنحاء القمهورية المنطقة الآن منذ 1982 معلقة ما تصقاش ما فيش أي معتمد الآن الأراضي كما لاحظوا من أشجار الموز على طاقة شمسي وأبار المشروع هذا بيعمل نهضة غير عادية وبروي أراضي منذ سنة 1982 لم تصل إليها المياه أقام مكتب التربية والتعليم ومكتب الشباب والرياضة بمديرية الزنجبار بمحافظة أبيان بطولة الكارتية الأولى للطلاب المدارس الأساسية بالمديرية وبدأت الفعالية الرياضية بجوالات تنافسية بين المشاركين من البراعم والأشبال والناشئين وهي الفئات التي جرت تركيز على اختيارها في البطولة الرياضية بما يضمن الكشف عن مواهب جديدة في اللعبة وقال القائمون على الفعالية إن إقامة البطولات التنافسية بين طلاب المدارس تهدف إلى إبراز المواهب في صفوف الأطفال من خلال إشراكها في الفعاليات التنافسية وهي الخطوة التي ستؤسس لبناء الكثير من الطاقات الشبابية وعشروا إلى أنها ستكون بداية لإطلاق الكثير من المنافسات المماثلة في مختلف مديريات المحافظة النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها المبعوث الأمريكي يؤكد عزم بلاده جلب فرصة سلام لليمن في العام الجاري الشبكة اليمنية للحقوق تدعو إلى ضغط دولي لوقف جرائم ميليشيا الحوثي بحق أبناء صعدة في ختام النشرة لكم مني أطيب المنات قبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة